لليوم الثالث تستمر هجمات الفصائل على القواعد المشتركة بين العراق والتحالف الدولي حيث سقط صاروخ في وقت مبكر من صباح اليوم على معسكر النصر غربي بغداد من دون خسائر بشرية وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني فإن الصاروخ انطلق من حي الجهاد فيما عثرت القوات الأمنية على منصة الإطلاق وعليها صاروخ لم يطلق من عيار 240 ملم تم تفكيكه وتسليمه إلى مديرية الأدلة الجنائية وشهد اليومان الماضيان إحباط هجوم بطائرات مسيرة على قاعدتي فكتوريا قرب مطار بغداد وعين الأسد في الأنبار